السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحاشتونا اوي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قليل وصحبي اجمعين بص يا جماعة فيديو النهاردة جميل وحل يا رب يعجبكم خليكم عنا اخر فيديو شوفوا اللي هيحصل انا قمت من النوم الصبح بدري كده روحت الفرن جبت العيش اهو زي ما انتم شايفين اه قمت روحت جبت العيش انا وعت منه وجبنا الفطار وجبنا الفول وجبنا التعامية وجبنا الحاجات اللي احنا كنا هنجيبها ودينا هوت خط العيش وحطته في الاكياس وانروح كده انا وعتنان وانكمل اليوم بتاعنا تعالوا شوفوا هنعمل ايه في بقيت اليوم طبعا انا كان عندي حاجات عملتها في اليوم بقيت اليوم كده بس ما صورتش بصراحة كان عندي كم مشوار خلصتهم وروحت كده ايه على متأخر بصراحة ما صورتش بس حدة الفرن دي اللي انا جبت منها العيش اه 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 البقيت اليوم كده روحنا وابقا اه اه ها وديك احنا عملنا ايه وايه اللي حصل بس انا كنت نفس اصور لكم بقيت اليوم بصراحة ما صورتش انا هو يا جميعا خلصنا كده واخدنا العيش من الفرن خلصنا ومشينا انا واثنين من عمد الفرن كده وروحنا كده خلصت كل المشاور اللي وراي برا وروحت كده ايه اا ابو كريم جاب لي لحمة مفرومة قال لي عملينا حواوشي طيب ماشي قمت فرمت قبل جاب لي اللحمة بس انا فرمت البصل وفرمت معها فلفل حامي وحطيت طبعا توابل ويعني حاجات الحواوشي حاجات الحواوشي يعني اللحمة بس انا كنت بيبقى عندي حتة مثلا دهنة كده حتة سيمينة كنت بفرمها مع اللحمة المفرومة دي بتخلي الحواوشي طعمه حلو بس الصراحة انا النهاردة ما كانش عندي ابو كريم ملاقاش عند الراجل اللي جاب منه اللحمة اا كان بيشتري كده منه حتة وبفرمها انا في الكبق او هو بيفرمها مع اللحمة فملاقاش قلت له مش مشكلة روحت عملت اللا عملت اللا عملت اللا حووشي كده النهاردة من غير محطط له الحتة الليه الدهن دي ولا الليه بس كان حلو ما شاء الله طالع ما شاء الله جميل جدا والله حطت كل التوابل هاي ملح وفلت الكمون اي بوهرات حطيت واحدة ناجي قمت نازلة باللحمة ويقرق خلط البصل مع اللحمة مع التوابل مع الحاجة اللي انا حطيتها دي وحطيت واحدة المرأة دي بتدي طعم حلو جدا اللي حواش يجربوها بالله طبعا بسوا ده نص كيلو لحمة عليه اقل من نص بصل اقل من نص كيلو بصل يعني ايه والمفروض نص لحمة نص بصل لأ لأ انا حطيت اقل من نص كيلو يعني بحبتين كده ولا حاجة عشان تبقى اللحمة كتيرة ويقطها محلو طبعا لبست الكيس كده عشان انا ايدي نضيفة وكل حاجة بس بصراحة يعني اا قلت اقل بس الكيس كده في ايدي افضل اا وامت خلطها كده زي ما انتم شايفين اقلوا هجيب العش كده وهفتح الريق من التو شفتون انا جايبتو معايا من الفتر اقلوا اهه ده عش بلدي اللي هو عش البلدي اهه اللي هو الرقيب على البطاقة بتاع التاموين اللي هو الرقيب بشيلين ده لقد اضعوا بطاقة التموين اضعوا اضعوا التصطين وضعوا في الفرن بس انا احب الفرن جدا احبوا حووش الفرن جدا وحووش الطاصة بيبقى حيث اضعوا طماطن جدا وضعوا طماطن وضعوا للمون ومشيء جدا اضعوا للمون ويخلصنا ويأتغدينا وقدلنا اضعوا وووشي وضعت له اثنان انا اقوم لقد اضعوا المياه وقمت بقى الكنبة قمت بقى الكنبة وقمت بقى الكنبة فول سوداني فول سوداني فول سوداني فول سوداني انا اoscope ان فراً عليها فول سوداني البلدي فول سوداني كوبات شاي جميلة بعد غدنا وكل حاجة عملنا كل حاجة عملنا كوبات شاي تسلم ايده طبعا وقعدت كده اكل شاية فول سوداني يا رب الفيديو بتاعني يعجبك الحد هنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا يا رب الفيديو بتاعنا يعجبك واشوفوا الشيكو على خير إن شاء الله فيديو بديد مع السلامة توني لايك